احنا لست مكملين مع جيمي هذا التحليل الرائع جدا للمبارات اليوم بس داول ناخد روريد بارلو صحفي موقع فوتبول اسبانيا يقول لنا الصحافة الاسبانية تحدثت ازاي عن مبارات اليوم بين الاهلي وريال مدريد يا فندم صباح الخير مشرف ومنور على تلفزيون المصري برنامج رقم 10 كيف رأت الصحافة الاسبانية؟ هذه المواقع اليوم في الواقع بالنسبة لمدريد اعتقد ان انتباعات الصحافة جيدة معظمها تركزت حول اداء فينيشيوس وكذلك ان الهدف هو الهدف رقم 50 مع النادي وكذلك تتركت موظم الصحف لاداء في المباراة وكذلك اختراقوا للدفاع الاهلي لعله الفوز كان خبر جيد ومفرح لريال مدريد في هذه الفترة وايضا ركزت صحفة على الريبس وعدفه واداءه في المباراة بواقع عام شاهدنا اداء ريال مدريد يتعافى ويتخطى مشاكل الارهاق على مستوى الدفاع وكذلك الهجوم في الاغلب نرى ان نرى ريال مدريد المعتاد وكذلك ريال مدريد على مستوى الجيد مباراة ريال مدريد القادمة امام الهلال السعودي كيف ترىها؟ اعتقد انها ستتشابه كثيرا مع مباراة الاهلي حتى مباراة الهلال وفلمنغو قام الهلال باداء جيد ولكن اعتقد ايضا ان ريال مدريد لديه مباراة صعبة مع منافس شرس مثل الاهلي سيكون من التحدي السيطرة على الكرة ويجاد صغرات دفاعية والتسجيل في الواقع الاخطاء الدفاعية للاهلي كانت فرصة جيدة لريال مدريد للمساك بزمان المباراة ولكن على سبيل المسال في مباراة مدريد مع ميوركا كان مدريد مختلف تماما عن اداءه مع الاهلي في الهيال بعد وضعه من الهيال في الهيال فنهاك خسر مدريد المباراة ولكن توقع مواجهة اكثر قوة مع الهلال في الهيال في الهيال في الهيال أعتقد ان سيكون على مدريد بس للكثير من الجهد وربما يحتاج الى الكثير من الحظ ايضا لاختراق دفاع الهيال لورياد باولو صحفي موقع فوتبول اسبانيا انا بشكرك شكرا جزائي على هذه المداخلات شرفنا بك اشتركوا في القناة